غضب شعبي في إسرائيل يطول رئيس الوزراء بنيامين نيتنياهو وغالبية شعبية تحمله نتائج عملية طفان الأقصى التي زلزلت أركان دولة الاحتلال هذا ما أسفر عنه استطلاع رأي أجراه مركز الديالوج العبري ونشرته صحيفة جيروزالين بوستا الإسرائيلية استطلاع رأي يرى 86% من المشاركين فيه أغلبيتهم من مؤيد الائتلاف الحاكم في إسرائيل عملية طفان الأقصى فشلا لقيادة البلاد فيما يحمل آخرون حكومة نيتنياهو مسؤولية غياب الاستعداد الأمني للعملية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلية بينهم جنود وضباط المشاركون في استطلاع الرأي لم يكتفوا بالتعبير عن الغضب وتحميل المسؤولية لحكومتهم بل يريد 56% منهم استقالة نيتنياهو وأعضاء حكومته التي توصف بأنها الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخ الاحتلال الإسرائيلية بعد انتهاء الحرب استياء شعبي يحاول رئيس أركان الجيش الاحتلال الإسرائيلية هيرتسي هاليفي تخفيفه فيعترف بتحمل القيادة الإسرائيلية مسؤولية ما حدث قائلا بلغة الاعتذار إنهم لم يفل شعبهم بتحدي حماية إسرائيل أما نيتنياهو فيتحدث خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن أيام قادمة صعبة مطالبا بمنع توفير المأوى لقادة حركة حماس وبفرض عقوبات على من يلتقيهم أو يدعمهم متعاهدا بالقضاء عليهم نيتنياهو المغضوب عليه شعبيا المثقل منذ شهور بالاحتجاجات ضد إصلاحاته القضائية توعد بالانتصار في حرب يراها مصرية بالنسبة له وهو يسعى جاهدا للتخفيف من هول الحدث ويصب جيشه بطائراته جام غضبهم على الأطفال والنساء والعجائز في غزة وتلك معارك تعود نيتنياهو فيها على تدمير البنى التحتية وضرب المستشفيات وتعطيل الإسعافات عن الوصول للقطاع سياسة اعتاد ما يوصف بالجيش الذي لا يقهر اعتمادها في كل حرب ضد قطاع محاصر منذ سنوات وهو الذي وقف عاجزا أمام ضربات السابع من أكتوبر ووقفت وتقف قبته الحديدية عاجزة أمام صواريخ المقاومة وهي أمور يسعى نيتنياهو لتغطيتها عبر التمادي في ارتكاب المجازر ضد المدنيين في غزة